في موقع البناء لمشروع استعادة البيئة الإيكولوجية في محافظة وينسو كانت الآلات الكبيرة تقوم بإصلاح المنحدرات المرحلة الثانية للمشروع طولها الإجماري يبلو خمسة كيلومترات وتمر انتهاء من ثمانين بالمئة من عمال إصلاح المنحدرات وسنكون بإنشاء مرافق الرأي بتنقيط في مرحلة لاحقة للتخطير للمنحدرات وزرع مصدات الرياح جزير بالذكر أن مشروع حماية البيئة الإيكولوجية في حوض نهر أكسو قد تم إطلاقه في أكتوبر عام 2021 بما في ذلك الحفاظ على مصادر المياه الجبلية والحفاظ على التنوع البيولوجي ومنع مكافحة تآكل التربة والحفاظ على الأمن البيئي الإيكولوجي لواحة نهر أكسو وقد أكمل المشروع حماية وأصلاح 2235 كم مربعاً وترميم 9.9 كم مربع من المناجم وأصلاح 4555.59 كم من سد النهر وزرع أكثر من 10 ألاف هكتار من النباتات الخضراء مثل الغابات والأعشاب وأصلاح 18 ألف هكتار من الأراضي وسيتم الانتهاء من المشروع بأكمله خلال هذا العام سنواصل تعزيز الحماية المتكاملة والحكم المنهجية للجبل والمياه والغابات والحقول والبحيرات والأوشب والرمال وفقاً لآخر نتائج رفض البطاني انخفضت مساحة أراضي التصحر في المنطقة بأكمالها بمقدار 470 ألف هكتار وانخفضت مساحة الأراضي الرملية بمقدار 10 ألاف هكتار ترجمة نانسي قنقر